بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل السابع لمقرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن disk scheduling algorithm وهناخد لغارات مجديد اسمه scan نبتدي نشوف مع بعض بنقول scan disk scheduling ومقصود بكلمة scan هنا يا جماعة المسح يعني إيه يعني بخدم جميع النقاط أو جميع التراكس اللي مطلوب خدمتها لكن بعملية اسمها عملية scan المسح بمعنى إيه يا جماعة بمعنى إن أنا لو عندي مثلا على سبيل المثال الكيون اللي احنا عارفينه كل مرة بنتكلم عنه 98, 83, 37, 12, 14, 24, 65, 67 والهد عند اتراك 53 معناها إننا بابتدي من عند الهد اللي هو 53 وامسح جميع اتراك المطلوبة في أحد الاتجاهات لإما اليمين لإما اليسار يعني بخدم كل المطلوب في اتجاه واحد بس طيب تعالى بفرض إن احنا نبتدي من عند الهد رقم 53 وهنخدم جميع المطلوبة على إدنى اليسار من اللي موجود على إدنى اليسار دلوقتي؟ 53, 37, 14 مش كده؟ اللي موجودين في الكيو وعلى إدنى اليسار جميل يبقوا بيقولك ابتدي من عند الهد من عند الهد وروح للنقطة اللي بعدها 37 ثم 14 وخلي بالك وما تنساش وكمان لازم تصل إلى النهاية عند الصفر إذا شباب في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في اللغة رجم دوت لابد انك تبتدي من عند الهد وتمسح كل النقطة المطلوبة خدمتها اللي موجودة على إيدك اليسار لغات ما توصل لغات نقطة الصفر البداية طيب بعد كده اللي يحصل ارجع اخدم جميع النقطة الثانية ايوه ابدأ اخدم جميع النقطة الثانية بس على ايه على اتجاه الاخر فين الاتجاه الاخر هنبدأ ان نتحرك هوت من الصفر لغات ما نوصل لكامل 65 ثم 67 ثم 98 والمية 22 والمية 24 وكامل يا جماعة والمية 83 وقف عند المية 83 خلاص يا جماعة يبقى اذا اتفقنا مع بعض فطارات الاسكان بنبتدي من عند الهد ونمسح في اتجاه هه محدد على ايه نفطرت دايما مثلا على سين مساء نحنا بنفطر من ايه هه بنتجه نحية اليسار ونمسح كل النقطة في نحية اليسار هتنصل الى بداية اللي ايه بداية اللي ايه هه خلط الاعداد اللي هو كامل الصف اللي هو بداية اللي اتراك اللي هو صفر ونبدأ نمسح بقى جميع النقط اللي على ايدنا اللي يمين مردها نيه طيب المسافة الكلية كما يا جماعة طبعا المسافة الكلية هي المسافة اللي احنا ميه مشيناها مع الهد مش كده طيب المسافة من 53 حق الصفر طبعا كلها متفقين انها 53 والمسافة ما بين المية 83 زي ما انت شايف كده لغاية الصفر طبعا احنا كلنا عارفين ومتفقين انها مية 83 واحنا اتفقنا يا جماعة ان الحركة بتاعتنا اللي احنا بنعبرها بساهم الساهم دوت ساهم مائل ولاس له اتجاه بزاوي معاي اه يعني الساهم اللي انت شايفه دوت قدامك مائل ولاس الاتجاه بزاوي اذا هو مقدار جابري معاي شباب اذا تعالي بقى نحسب المساحة الكلية والمسافة اللي احنا مشيناها مع بعض هنقول كام 53 زائد الكام ها المية 83 يعني كام يا جماعة مظبوط رفو عليك ها مش كده اه ستة وكمان عند هنا تلاتة وكمان عند هنا كام اتنين يبقى متين ستة وتلاتين سيلندر يبقى عدد السيلندرز اللي احنا ها عدين عليها كام بسيلندر يا جماعة متين ستة وتلاتين سيلندر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة